قبرنا القادم من هيئة الغذاء والدواء حيث أوضعت هيئة الغذاء والدواء حقيقة ما يتم تداوله بأن مشروب السوبيا بأنه يحتوي على كحول إثيلي و مليء بالفطريات مؤكدة أنه لا صحة لذلك طبعا في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر تحدثت أن مشروب السوبيا يحتوي على نسبة ضئيلة من الإيثانول ناتج عن تفاعلات كيميائية طبيعية ولكنه قد يفتقد للشروط الصحية عند شرائه من الباع المتجولين نصحت من خلالها الجميع بإعداد المشروب وتحضيره منزليا بطريقة أكثر أمنا و مراعاة للصحة و بسكر أقل إذن الجهود مستمرة من هيئة الغذاء والدواء للكشف عن حقاق بعض الشائعات التي للأسف البعض ينشرها و لا يعرف مدى صحتها فلذلك نتأكد و نأخذها من مصادرها الرسمية